تضيقات اللي يريدون يسوون إجازة سوق بألمانيا لازلت للأسف ما أنجح بالبروفونج سيمولاتيون فاليوم راح أسوي امتحان ثاني وياكم ونتمنى أنه ننجح وإذا ما نجحنا فإحنا راح نستفاد شوية نتعلم شي جديد ونظل نحاول إلى أن ننجح فاليوم نبدو إياكم بالسؤال الأول عدنا فيديو على خمس نقاط منطقة سكانية نريد نروح لليسار بس الشاحنة قدامنا تحركت ما الذي يجعلك؟ ما الذي يجب عليك توقعه الشاحنة التي أمامي ستزيد من الانحراف ستبقى في المساء ستتوقف فجأة ممكن تتوقف فجأة ما هو التصرف المثالي من أجل قيادة ذات رؤية مستقبلية؟ أحاول التعرف بشكل مبكر قدر الإمكان على نوايا المشاركين الآخرين في طريق السير صحيح؟ أقتصر في مراقبة السير بالطريق قدر الإمكان على السيارة التي تصير أمامي فقط؟ يقرد فعلي بشكل مبكر قدر الإمكان على التغييرات المحتملة في حالة السير هنا عندنا سيارات طابقة كيفين بغي أن تتصرف تخفيض السرعة إلى سرعة المشي لاستمرار بدون تخفيض أن تبقى مستعدة للفرملة صحيح معتر لدينا فيديو لا خمس نقاط هذا الشارع ساديا سيارات طابقة على يمين وعليسار سيارة هاي مفتهمت شي من الفيديو خلني شوف السؤال كيف تتصرف الآن التباطئ وأبقى جاهزة للفرملة تفادي الانحراف إلى اليسار غلط متابعة السير بسرعة متساوية غلط في الأماكن يستوجب عليك التوقع طرق شديد الاتساخ أو التوقع وجود خطر انزلاق في موقع البناء صحيح في التقاطعات المتواجدة داخل المدينة لا عند التفرع أو التقاء الطرق الاستراعية صحيح لما يجب عليك الاستعداد في هذا الموقف أن يقوم مسائق الشاحنة بالقيادة على الطريق ممكن بسبب أن الإشارة المرورية مغطاة عن طريق الطريق الشاحنة صحيح ظهور لحركة مرور معاكسة صحيح مايتر أنك تريد تجاوز جرار فلاحي يحتوي على آلة للزراعة تطل من الخلف ما الذي يجب الانتباه إليه يمكن دائما تجاوز الجرارات دون وجود أي خطر أنها تصير بسرعة منخفضة خطر عند الإنعطاف يمكن لآلة الزراعة أن تتأرجح صح أن موضع الإضاءة الخلفية يمكن أن يكون متسخا جدا أو محجوبا لدرجة تكون فيها رؤية الأضواء الخلفية سيئة أو من عدمه تماما صحيح بايتر من الفيديو بايسكل قدامي بايسكل فور فارت شتراسة أنا هطلع قبل ما انتبهت خليه نشوف الفيديو مرتلا سيارة ورانا مو فور فارت شتراسة مو فور فارت شتراسة اتشي كي حنشوف السؤال نانا كيف يجب عليك تصرف في هذا الموقف أذمر كي يفسح ساق الدراجة النارية للطريق خطط تجاوز الدراجة الهوائية أبقى وراء ساق الدراجة الهوائية ليه تجاوز ما قدر أتجاوز هي كنش نشت أبقى وراء ساق الدراجة الهوائية ما فيديو هنانا قدامنا راح يجي كيف تتصرف هنا بشكل صحيح تجاوز الدراجة بالموتور غير مسموح لي قبل معبر السكك الحديدية مسموح لي الآن ما احتفاظ بمساحة جانبية كافية مسموح لي قبل معبر السكك الحديدية حالما يبتعد راكب الدراجة الهوائية سؤال لو لبي شوية صعب مو مو صعب مو واضح يعني أنا هس هنا ما قدر أتجاوز لأنه منه منه أكو بايسيكلات غير مسموح لي قبل معبر السكك خلي نرجع للسؤال مو صعب مو صعب مو صعب مو صعب مو صعب كيفين بغي أن تتصرف مو صعب مو صعب مو صعب فيتر تقوم سيارة الشرطة بتجاوزك تقول السيارة بتفولقن المقصود أنا متر الى اي مدى يمكن ان تنو الحمولة فوق العاكس الضوء الخلفي بدون الحاجة الى وضع علامة تحذيرية متر ومتر ونص فوق العاكس بدون الحاجة الى الضوء متر واحد متر واحد واحد من يركن خطأ السيارة البيضة تركن خطأ لانه قريبة على الباص المفروض يتركن بعيدة سيارة الرقاب الايضاء سيارة الرقابة تجاوز باص توقف ما تصرف الصحيح ابقى بدء الامر خلف الحافلة ابقى خلف الحافلة لان ما قدرت سيارة تجاوز لانه السيارة اللي كانت خلفية تجاوزت ابدل المسار دون القيام بالتجاوز مباشرة او خطنشت بايتا ما هو التصرف الصحيح اوكي غيشت فور لينكس معناته او الشي البايسيكل عدين السيارة الزرقة معدين انا يجب ان اسمح لراكب الدراجة الهوائية بالانعطاف يجب ان اسمح السيارة بالمرور صح هنا انا انا لازم يجب على راكب الدراجة ان ينتظر او لا يجب علي ان انتظر صح هنا انا عدنا فيسمح لي بانعطاف قبل راكب الدراجة الهوائية لا يسمح للشاحن الزرقة بالسير اولا يجب ان اسمح لراكب الدراجة الهوائية بالمرور مرور التوقف فقط عنده وجود حركة مرور مقاطعة توقف عنده خط التوقف ومنح الاولوية المرورية صح توقف عنده اشارة لا نحضر حركة المرور بالنسبة للدرجات الهوائية والدرجات الصغيرة بمحرك الى ابتداء منطقة هذه المرورية الى طريق المشات الى ابتداء منطقة هادئة طريق المشات حضر الى ابتداء منطقة هادئة مروريا والذي يمكن الانسان في توفير الوقود وتقليل التلوث البيئي استعمال وسائل النقل العمومي اذا كان ممكنا صحيح انطقامة اهتي س في اي شي يمكن ان تساهم منظمة مساعدة الساق في معادلة عدم مقدرة على القيادة في زيادة سلامة المرور في دعم الساق معادلة عدم مقدرة على القيادة لا مستحيل كيف يمكنك تقليل الاثر السلبي على البيع عن طريق تجنب حركة المرور الحادة طريق السفر في مجموعات عن طريق تجنب الطرق المزدحمة كيف تعرف خلال القيادة ان احد اضواء الوماضة معطلة لا يمكن معرفة نظوء الوماض معطل خلال القيادة تومض لمبة تبيان ضوء الوماضة بسرعة اكبر من المعتاد صح ماذا فيديو ثاني كيف تتصرف الآن بالشكل الصحيح؟ اه اه اواصل السير زيد السرعة اتوقف ام اشفت الفيديو ماذا اشوف اي شي مثلا اتوقف انا اقول لانه احتمال احد يمر اه اه بعمل طريق او يعبر الشارع السيارة التي تسير اه امامك تمنعك منذ فترة طويلة من التخطي كيف تتصرف بالشكل الصحيح انتظر حتى يمكنني التخطي اطلق الات التنبيه لا اكثف السير علي لا انتظر حتى يمكنني التخطي ترغف في فك عجلة تارفة ما هو الترتيب الذي ينبغي عليك التبعه تركيب رافع السيارة تأمين المركبة من التدحرج فك صواميل العجلة تأمين المركبة من التدحرج تركيب رافع السيارة رفع المركبة لا تأمين المركبة من التدحرج تركيب رافع السيارة فك الصواميل رفع المركبة ما يجب التحقق اه بشكل منتظف فيما يتعلق باطارات مركبتك وجود اضرار خارجية ضغط الهواء المناسب عمق كافي لنقش الاطارات صح اين تظهر يظهر الانزلاق المائي في الغالب بشدة عند معابر السكك الحديدية في من خفضات الطريق في الاخاديد الاخاديدة التي تنشأ في من خفضات الطريق سكك الحديدية ما اعرف ما اقدر ما اعرف اقول كيف يجب عليك التصرف في حالة عدم انطفاء اشارة مصباح ضغط الزيت بعد تشغيل المحرك اصل قيادة وقف المحرك على الفور افحص مستوى ذول الاثنين انا وقف المحرك افحص مستوى الزيت اواصل القيادة بهاي الحالة لا بايتر في سؤال وهذا شوفكم سؤال ما قدرنا جاوة وروح له شوف السؤال اللي وقف عند البرنامج جان هذا السؤال سؤال اللي وقف المحرك اصبح مفجرة عمجرة 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 ندور على الفراغة. اعتقدت هي هذا السؤال اللي ما جاوبناه. اعتقدت جاوبنا هذا السؤال. لا. اه غير مسموح لي قبل معبر السكك قبل المعبر. مسموح لي الان مع الاحتفاظ لمساحة جانبية. مسموح لي قبل معبر السكك. نجحت. نجحت. واو. واو. اخيرا. 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 كانت عندي. هذا السؤال. من هو بهذا المنطقة? هنا لازم اقوم بالفرملة. اه اوكي اقوم بالفرملة لانه ضوء الترافيك لايت احمر. اوكي. حنشوف شنشال الخطأ الثاني. الان الى متشير الى حضر حركة المرور الى طريق مشهات. منطقة هادئة مروريا هو خطأ. اوكي. واحد يخزن هاي المعلومات حتى ثاني مرة ما يغلط بها. السيارات التي بامكانها اختيار مسار السير بكل حرية داخل المجال. حضره هي السيارات اللي ثلاثة فارزة خمسة طن. اوكي. اذا اعجبكم الفيديو سعونا لايك. اذا استفاديتم من عند انطونا اعجاب وانطونا سبسكرايب. متابعة القناة. وان شاء الله نشوفكم بفيديوهات جديدة. شكرا الى اللقاء.